أهلا بكم مرة تانية في البيت الكبير معنا دلوقتي مدربة شايماء قبيل مدربة اللاقة البدنية هتكلمنا عن الزومبة ويعني ايه الزومبة وهل هي بتفيد في التخسيس والنشاط الجسدي ولا لا أهلا بك يا أستاذ شايماء أهلا بحددك عرفينا بقى يعني ايه زومبة الزومبة دلوقتي بقت حاجة معروفة وهي نوع من أنواع الرياضة المهمة جدا هي كارجو يعني تمرينات هواية بس هي ما بتجمع ما بين الايروبيكس والدانس هي ميكس ما بين رقصات كتير منها الكمبيا ورقصة الريجاتون ورقصة الصلصة والهندي وكمان الرقص الشرقي بس هنحطها تحت الرياضة مش الرقصة لا هي رياضة طيب أنا بحطها دايما تحت الرياضة وهي أصلا رياضة طيب ايه الفرق بينها وبين الهيب هوب واليوجا بس هواية كلها كلاسيز وكلها رياضة مهمة جدا كلها لها إفكتة عالي جدا لكن الزومبة حققت أكتر يعني سعرات حرية تحرق في الساعة لأن هي بتحرق من 800 لألف سعر حرية في الساعة فهي أقوى تلاص بيتعمل ونفس الات بيكون مختلف هو بيكون فان بتسمع ميوزك بتشتغل وانت فرحان مش تمارين زي تمارين الإكسرسيز العادي السويدي تمارين برضو بيعمل وبيحرق سعرات بس لها إفكتة تاني كل حاجة وليها إفكتة يعني الزومبة بتحرق سعرات حرية جدا من الدهون اللي هي الدهون السلسية المعقدة زي الدهون اللي تكون موجودة مثلا في البط فهي بتتخلص منها السويدي طبعا بتتخلص منها بس السويدي هو بيكون تنشا شوي تنشا شوي تنشا شوي تنشا شوي على العضلة معينة عشان تتشد ويرسمها غير الكارجو غير الزومبة في زومبة للأطفال في زومبة للكبار ولا هي عموما كلاسز واحدة يعني لا لا مش كلاسز واحدة طبعا الزومبة الكبار غير الصغيرين لأن طبعا هي بتعليل هارد ريد طبعا بنبتديها بنبتدي الكلاس بالتدريج يعني بنعمل ورم أب بالأغاني هادية وحركاتها بسيطة ثم بعد كده بنعلى شوية ثم لما بنخلص الكلاس بنعمل كول داون وبنعمل تهدئة وستريتشات نفس الكلام للولادة الصغيرين بس بيكون بقى إيه يعني الموضوع أبسط شوية من حركات هادية حركات الطفولية يعني مش زي الكبار مش زي كبار طيب أنا أقدر أو يعني اللي بتنصحي أحد بالزومبة بنقدر يعني يستخدمها أو يدخل كلاسز ليها في الريشيب وأنه عايز يزبط جسمه والتخسيس وكده بدون اللي عليها ما بتكونش موجودة بالتدريج لحد إما الجسمي بتنحت بيتبقى دي عملت شيب نفس الوقت تخسيط وفي نفس الوقت هي بتعمل حاجة فان مش مش اكسرسيز أه معقدة أه معظم الستات ما بتحبش الاكسرسيز يعني معظمهم مش بقول كلهم بتحب حاجات الفانين احنا فانين أه حب الزومبة البليدانس حاجات اللي فيها الميوزيك تمام أي حد ممكن يدخل كلاسز الزومبة ولا في حد ممكن يجيلك تؤذي له لا في حد ممكن يجيلي يقول له لا لو عنده مشكلة بخليه الأول يعني عنده مشكلة مثلا زي حاجة في المفصل حاجة في القلب حاجة يعني مشاكل كبيرة بخليهم الأول يعملوا تمارين تمارين بسيطة أو يطلعوا تريد ميل يطلعوا العجلة شوية لو عندها مشكلة في القلب تقوي عضة القلب التدريج بعد كده بخليها تخش الكلاس ما ينفعش أدخلها على طول على كلاس زومبة تمام طيب لو قلنا الزومبة واليوجا والهيب هوب والسويدي بقانين فيها متخصصة ومدربة اليقبادانية ينفعوا لكل ناس ولا كل كلاسز فيهم ممكن نرشحوا لحد بس هو يعني هو الكلاسز كلها تنفع لكل الناس حتى الناس يطلعوا عندهم إصابة بس هي بالتدريج تمام هي بس المشكلة أنه ما ينفعش يدخل على طول أو تدخل على طول على كلاس زومبة يعني بخليها الأول ممكن تحضر اللي هي الكارجو العادي اللي هو عن ما الشاية تمشي بدرجة معينة سبيد معين الحاجات دي تمام بالتدريج ممكن أدخلها كلاس يوجا لأن اليوجا طبعا هي اليوجا بتحرق سعرات حرارية لكن لها يعني برضو نسخن هي ممكن تبتدي بيها لو واحدة عندها مش كلا تبتدي بيها تمام طيب إحنا دلوقتي هنقول التخسيس والزومبة أستفيد أقصى حد ليا أستفيد بي من الرياضة دي في أن أنا أعمل تخسيس وأن أنا أعمل شكل جسمي ياخد معي تدقي تقريبا هو أنا دايما لما بيسألي السؤال دا لما واحدة بتيجي تشتراك في الجام أكيد هخسي بعد تدريج هخسي بعد تدريج أنا هدفع لشتراك عايز عايز هدفع عايز هدفع في القصة هدفع ومجيش كمان وخسي أنا في البيت دا حقيقة بس هو الموضوع بيبقى تدريجي أنا بقولها كل شهر بيبنع عليكي لكن يبنع عليكي بصورة كاملة بعد الثلاث شهور بعد الثلاث شهور يعني بصورة بقى واضحة جدا هل حركات الزومبا دي ما تعتبرش عنيفة أو فيها إجهاد كبير من في البدايات لأي حد ممكن يدخل الكلاسيز دي؟ ما أنا عشان كده بقول لنا هو مش أي حد بيدخل لو حد عنده مشكلة بيدخل الأول بيحسن من صحته ومن الفاتنس بتاعه على الماشينز اللي هي التريدميل عجلة البيك الارك الحاجات دي بالتدريج باكي يدخل الكلاسيز بالذات عشان الزومبا بيكون كلاس عالي بتعلي الهارتريد لكن مش معناه نيمش هتدخل هي هتدخل في وقت معين لما تقاول الفاتنس بتاعه كمين انت بقى بدأت المجال دي ازاي؟ يعني وليلي انت دخلت درستي ولا هواية ولا انت جربتي وبدأتي؟ اه قلت كلها صراحة مبدأتي ازاي؟ أنا بدأت من عشر سنين كنت باشتغل ترينر بس مش نستركتور يعني في فلور وكنت باشوف انستركتور بتدخل تحت زومبا هي اللي بتعمل كده وكنت بلعب معيها فبلاقي نفسي ان انا لأ انا حابة ده ووضع انا عايزة ده فطبعا سألت ازاي بقى زومبا انستركتور فعرفت ان فيه كورس لازم اخده اه وسعيت عليه واخدته يعني هما هو المفروض ان هوا الكورس ده انترناشنال هي اشهادة امريكية بينزلوا هنا بيدوا كورس كل سنة وبيروحوا طبعا يميع انحاء العالم فكانتاني مرة ليهم ينزلوا لمصر تماما كانوا نزلوا في اسكندرية وانا روحت لهم سفرت لهم مقصد عشان ناخدوا الكورس ومنها اشتغلت الزومبا الزومبا الحمل والولادة هل هي تقدر تفيد الست بعد الولادة تزبط نفسها او يرجع الجسم تاني بشكل طبيعي زي الاول اه طبعا اكيد ما بتفرقش اما بين الولادة القيصرية او الولادة الطبيعية الاثنين واحد اه لا بتفرق مي بقى الفرق الفرق ان الولادة الطبيعية سهلة ان هي تقدر بسرعات يعني بعد الولادة باربعين يوم تقدر او بشهرين تقدر ان هي تشتغل عادي تتمرن زومبا تروح جم او في البيت يعني من خلال فيديوهات لكن القيصري سيزيريان ده بيبقى صعب شوية لان عضلات بطنها بتكون متخيطة فمنفعش تعمل مجهود زيادة بتاخد وقت طويل عما تبتدي ده او ترجع تاني للطبيعية بس لب بعد 6 شهور بتبدأ تعمل اكسرسايز بسيطة كمان مش زومبا يعني الزومبا من التمارين الرياضة القوية هل احنا ممكن نبتدي في البيت او حد ممكن يعمل زومبا في البيت بشكل مبداي او بشكل بسيط او ممكن عن طريق فيديوهات يعني ولا يعني او عن طريق فيديوهات يعني ممكن لو في حد في ناس بتبقى مش عارفة تنزل للجيم لأسباب كتير أسباب شغل الأسباب ان هي عندها أولاد الوقت او سيء اين كان السبب هي ممكن تفتح النات تاها وتنزل الفيديوهات وتشتغل وتشتغل على اي فيديوهات زومبا هي حباها بالتدريج يعني ممكن مش لازم الساعة كلها زي البلاس يعني ممكن تبتدي بتالت ساعة عشرين دقيقة وتعلى تدريجيا في البيت لحد ما توصل للساعة لحد ما توصل للساعة حتى لو ثلاثة ايام في الاسبوع ثلاثة ايام في الاسبوع او ميوم ثلاثة ايام في الاسبوع عايزة كل يوم اصلا تبقى بعد كده صحتة كويسة جدا لكن هو أقل حاجة عشان نقدر نستفيد منه التغيير علينا ثلاثة مرات في الاسبوع ايام لمدة ساعة مش كدير؟ لا قليل يعني ده هو ده الحد الادنى بتاع اي حد اه طبعا اه الاطفال اللي عندهم سمنة مفرطة ولما يجيوا يشتغلوا على الزومبا ما بياخد منك مجهود؟ او بياخد مني مجهود بس مش بالتمارين مجهود في الاقناع لان الاطفال يعني الموضوع معهم اصعب شوية الكبارة عارفوا بقى انه انتي بتربطي الموضوع ده بالقرص الغذائي بتاعه او انه هو عايز يعمل ضايت او كده والنفسية بقى لازم ادخله من حتى يعني يكون هو عايزها او هي عايزها الطفل او طفلة يعني تكون هي عايزة تحتلع ايه عايزة تلبس اللبس بتاعها عايزة تخرج مع صحابها وتجريب عايزة تبقى بتلعب لعمة معينة في النادي فما ينفعش توصلها تمام طيب برضو الاطفال تاني والمدرسة تمام لو هو بيعمل في كلاسيز زومبا هل المدرسة والوقت والاجهاد اللي هو بيعمله في المدرسة ده مش هيأثر عليه في الكلاسيز دي؟ لا لا خالص يعني لو التغزية صح او الكلاسيز دي مش هتأثر عليه في دراسته؟ لا بالعكس يعني ده او ده يعني عايزة ردك في ده او ده؟ لا يعني اولا انا ردي على الكلاسيز مش هتأثر على الدراسة لان الرياضة بتنشط الدورة الدموية معنى هي تنشط الدورة الدموية فهي منتظمة وبتوصل للموقفة تنشط العقل اكتر فهيبقى عنده تركيز او عندها تركيز اقوى اه انتي قلت ان انت تشتري في الزومبا او في المجال ده بقى لك عشرة سيئين شايف ان هو ليه مساحة كبيرة في مصر؟ الناس بتحبه ان هي تجرب وحبه ان هي بتشترك في الكلاسيز دي؟ جدا كتير دلوقتي يعني تقريبا معظم الكلاسيز الاشتراكات بيكون عشان الكلاسيز يعني الناس دلوقتي بقى عندهم وعي بقى عندهم ثقافة من اليوتيوب والنت بيشوفوا الايروبكس و بيشوفوا الكلاسيز كلها بيشوفوا اليوجا بيشوفوا الزومبا فبقوا عايزين يجربوا فلما بيروحوا بينبسطوا يعني كمان بيشوفوا الايفكت بتاعها ووصلوا لهم وبصورة سريعة تأثيره بيظهر في وقت سريع فبيفرحوا بدا فبيستمروا وبيبدوهم مكملين اللي هو شكل الموضوع الفني هو اللي بيخلي الناس عندها قبلية او ان هي تكمل وتكرر وتجرب تاني او ان هي تروح تاني بعدها استعداد ان هي تروح تاني او فيه ناس كمان بتبقى جاية جسمهم مزبوط بس هما جايين عشان هنضهم ستريس كتير في حياتهم وشغلوا دي حاجة فهم عايزين يفصلوا او يعني ممكن لاخدها كمان ان احنا نفصل يعني ان هي حاجة جانبية بغض النظر عن ان هي رياضة نستفيد وفي نفس الوقت نفصل في الرياضة مع الزومبا او او وفي عمليات احنا بعيدا عن العمليات انا حد عندي مشكلة في جسمي فعايز ومخايف من موضوع عمليات نسمع كتير عن حاجات فيها مشاكل واقا 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 او ممكن يحصل فيها مشاكل تمام هل انا ممكن بالزومبا والرياضة والسويدي اوصل ان انا لمستوى معقول جدا في شكل الجسم او طبعا طبعا بس اهم حاجة الاستمرارية يعني فيه ناس بتيجي تشترك في الجسم بقول لها ان البرنامج الناجح اقل حاجة ثلاث ايام في الاسبوع فبيعملوا كده فعلا بيلاقوا نتيجة بسرعة وبيلاقوا نتيجة حلوة فيه ناس بيكون غزوا عنهم برضو شغلوهم ويسافروا فبيكون يوم في الاسبوع يوم في الاسبوعين ده هيغير نصحتهم لكن مش هيغير من شكلهم تمام بسواني بسيطة اوي ست البيت اللي هتروح ولا هتنزل وما عنداش استعداد انها تساعة او ساعة لمدة ثلاث مرات في الاسبوع في سواني بسيطة اوي نقول لها ايه هتعمل ايه علشان ما تجهدش نفسها او تجهد جسمها علشان تخس اه علشان تضبط جسمها انا هقول لها اهم حاجة يعني امناع العشاء وقال لي من الحاجات اللي هي في الأكل اللي هي الحاجات اللي بتاخل هي المعروفة الحاجات المقلية والعيش ده كارثة هي هتقلمي حاجات دي بتشرب ميا كتير او حاجة تانية ممكن تشغل ميوزيك وترقص نص ساعة في اليوم حتى لو مش بطارف ترقص تعمل اي حركة بس نص ساعة في اليوم هي كده عملت اللي عليها و هتلاقي كمان هتلاقي يعني افكت كويس طيب المناسبة بقى الرأس و الزومبا احنا هنفصل البرنامج و هنمشي و هنسيبك مع المشاهدين لمدة دقايق تمام؟ توريهم يعني ايه زومبا اوكي نشكركم على وجودكم معانا في برنامج البيت الكدير و هنسيبكم لمدة دقايق مع مدربة اللاقة البدنية شايماء قبيل ان شاء الله نلقاكم الاسبوع القادم لنفس معادنا الساعة اربعة شكرا ليكم سلام عليكم